أزيد من ثمانمائة وخمسون عاملا أحيل على البطالة بسبب الوضعية الحارجة التي آل إليها مصنع كوغرال علمة صافية لإنتاج الزيتة التي يملكها الإخوة كونيناف بعد إصدار قرار من المحكمة القاضي بتجميد جميع الأرصدة البنكية جاء هذا بعد إداع الإخوة كونيناف الحبس المؤقت من يوم تنين ستا جانا أمر من عند البنوك بإيقاف كل الكنتعنا يصبحوا بلوكي لقد كانوا نوتيفين من الناف سيس شركة هذه مثل هذه الخدامين مثل أحدها واحد فهمت أختي مثل هذه الخدامين هذه الخدامين من اللي جاء هذا يقولوا لو يخدموا لو ديني بروجي ما درواله أو يدي غرف الدرام لا برف قناة الحياة الجزائرية تنقلت إلى المصنع لنقل انشغالات العمال الذين رفعوا نداء استغاثة إلى السلطات العليا من أجل النظر في وضعيتهم بعد سقوط رجال الأعمال وإحالتهم إلى السجن وتجميد أرصدتهم البنكية يرى البعض أن هذا قد يؤثر على الاقتصاد الوطني بسبب غلق الشركات والمصانع التي تتخبط وتعاني حالة يأس وخوف من تكرار سيناريوهات سابقة لشركات مماثلة حسب متتبعين اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر